الله يوم العالمين حمد طيبا مباركا فيه الى اليوم الدين حمد نتياما اعتار بفضلك وقربك كل حاضر وضعك حمد نتياما اعتار بفضلك وقربك كل راح وضعك حمد نتياما مضطت لوحدا بيتك الكاثنات فالسماء دائما وابدا تكون سبحان ارض عبي مموتي وانسجني بقدرتي فهو رؤوني وعبادي والارض دائما وابدا تكون سبحانا وزع كل شيء وعبدا وعلما ومهد فيه هاته والرآة تكون سبحانا بمشيئته وتاري ومساء حيون مالي بفصادي ومرواضي والعالك به يفول سبحانا بدا الذي عليه وجعل ارجعي اليه ومعادي والمثل يكون والمثل يكون سبحانا وبعده لا شريك له له الهلك وله الحم يحين وديك وهو على كل بشيء قدير واشهد ان سيدنا وابينا وعظيمنا وقائمنا وكتبتنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله القاهر في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يكون لآراني ويتجارسونه بينهم إلا تزلت عليهم السكينة وغشيتهم الوعب وعفتهم الملايكة وذكر الله في من عندك بعضهم والطالة انشاء حتيت الوقت من الجنة منزلا ثم نفت فيادة الإيمان والإسلام حديثي معكم اليوم إن شاء الله عق مكاري من الدخلات رجال المصريين قرأ حديثي معكم اليوم إن شاء الله عق مكاري من الدخلات الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق لهم جواب وخلق لهم الإنسان ليعبر عمال آخره من خير ومن شر فرح وحسن صحة مرض قال الله عسى وجل يا أيها الناس إن قلقناكم من زكري ومنزا وجعلناكم شعوبا وقبائل لدعاركم إن أدراركم عند الله أتقاكم الإنسان كثير الخبر والنسيان والتقصير قال النبي صلى الله عليه وسلم كل إذا ذن خطى وخير خطى إذا التور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاره خيرا عند الله عسى وجل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاره في وقت أبنوع من الناس والنفسي نفسيا لا يريد أن يتعاون مع البي بخاذ من الناس أو يتعالى على الناس أو في صمة الكبريات مثلا يعني أما أفضل الناس وحوال الناس عند الله عسى وجل أنفعهم وأقرارهم إلى الناس مكافل الأخلاق هي علامة كماء الإيمان وشعرها كماء الإحسان هي مضيبة عظيمة في الحياة الدولية وهو ثوبة واسعة في الدار الآخرة قال الله عسى وجل يا أهل الكتاب قد جاء لكم وصولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من البتاة ويعفو عن كثيرا قد جاء لكم من الله نور وكتاب ربي يهدي يهدي به الله من اتبع من أولاده سهل سلامة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صوات مستقيمة قاعد أطرد إباده والإسلام نثل أدير الروحي جبريف على رسول الباك صلى الله عليه وسلم بقوله بقول القبط تماماً وتعالى خذ العقف واقضر بالعوف واعرف عن الجادية. ذلك على رسول الباك صلى الله عليه وسلم خذ العقف واقضر بالعوف وسلم خذ العقف واعرف عن الجادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا بك يا جبريل. فقال جبريل عليه السلام ان الله يقومك يا محمد. سنقول اخبريل الله. عشان ان الله. وقال هو سيدي جبريل سيدي محمد بيسأل سيدي جبريل عن معدة اياه. ما هذا يا جبريل قال ان الله يطورك يا محمد. والأمر بالنبيه صلى الله عليه وسلم هو امر بالامة المحمدية الى يوم الدين. ان الله يطورك ان تعطي عن من ضربك وضع من حرمك وتصل من قطعك. شفاء يعني ربنا يطور النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر لهذه الامة. لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة لمن كان يطورك ان تعطي عن من ضربك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. العلماء كانوا في هذه الآية هذه الآية من ثلاثة كلمات. الآية من ثلاثة كلمات. تضمن قواعد الشريع في المقنوعات والبديات. وهيز في القرآن الكريم آية اجمع لمجال من اخلاق من هذه الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد الهدى والقارية من تحتاجه صلى الله عليه وسلم. فطالت انها اعدت لكتبه مهما كافيا. الله عز وجل كثير من شغل كثير صواق والكثير يقترب من قباب ونفع على الخيرات. ولكن هل يعني ما تنقل إلى نفسك وإلى جارك وإلى الأقاري؟ هل يتعامل بمكان من اخلاق؟ فالدين هو المعاملة في كثير من الناس يقص على قواعد الاسلام الخامس ان هي بعيدة عن المعاملات وبعيدة عن الناس. واحد يصلي وتشوف ان هو يطف في الهزان ما زر. واحد يصلي في بزيجار. واحد يصلي لوحاق لوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم وتتلهجق والغاية من كالاته. فقال انما أعدت لأتمم مكاهمة اخلاق. اغاى البيان والاسلام. مكاهمة اخلاق نعرضها مع قواعد الاسلام الخامس. كثير من المسلمين يعني قدوا شهادة التي لها القواعد محمد رسول الله بقض الصلاة ان كان الزكاة صلوا ونضر حج البيت لما يستطاع اليه سبيلا. من نضر الى قواعد الاسلام الخامس وجد فيها الغدل. السعادة في الدنيا وفي الاخر. بس ما ينفعش الانساء يكون لصلي في صلاة وما يعنش للصلاة. لا مع الصلاة مكارب الاخلاق. مع الصيام مكارب الاخلاق. مع الزكاة مكارب الاخلاق. مع الحد مكارب الاخلاق. طيب عن الاشياء ايه وما فيش فيها مكارب الاخلاق. لا ما هو ايه بعيد. قولي للورق عن دين الاسلام. نعرض مكارب الاخلاق على قضية التوفيق. شهادة الذي لها في الله. فالمسلمين افراد الله عز وجل الوحدة العقيدة المسلم كل هو الله احد. الله هو الصمع. لم يدد ولا يولى. ولم يكن له افوال احد. الله عز وجل قال بالكباب الكريم. وقال اتخذ الرحمن ولدا. لقد جدتم شيئا جدا. فكان السماوات يتفطر منه. وتنشبه. وتنشبه. وتحر الجبال حتى. ان دعم بالرحمن ولدا. وما يتبغي بالرحمن ان يتخذ ولدا. فالكباب ولمبيه يحضر من نساء بما لديه. جاء في صوف الابواطين عليه السلام. قبل الحق تباهة وتعالى. من العزيز الحميد. الى من طلبه من العبيد. هذه رسابتي اليهم. بما قرصتكم به من نور العلم. وزكاة الفهم. فقبل القرآن كان. اني قرقتكم من العجب الى النجور. وقرقتكم الجور. ثم ننشبه لكم الاسماء على سمعكم. والمصاب صوتكم. والقلوب فعليمكم. والنزنة فياقبتم. ثم اشهدتكم على انفسكم لي بالوحدة لدي فشهدتم. ولكنكم بعد الاقرار انقرتم. وعند البلاء جزعتكم. فلا تستكتروا ما ينصيبكم منا. وان عدوا عدنا. وزدنا بالقرر وجبنا. نعضي ونمنح. ونجول ونسمع. قررنا مسؤول. وسطرنا مسؤول. عدد. طرق الى السماء والدفاعها. والى الوض وابتساعنا. والى الافلاد ومدارنا. والى الانتحال ونواتها. وما مظالم وكارل. وما هو متحرق وساكر. الدم يشرب بجلاله. ويجرب بكباله. ويغلل بذكري. ولا يغفض عن شكري. عليك الكوتة والانساني. وغصوتة ولا غفشاني. لن ربط المرضى لك العدد من حينها. او لك اعطل اعطلتك في معينها. ولكن اغفرتك الى اجل من جلت. وإلى وعرق ربطت. ولا كنت لك والكل نفس من النور عليك. والحقوق بين يمين. اعطل عليك اعمال. ويقصي عليك ابعال. حتى اذا ايقنت بالبوار. والرب لا محالة انك من اهل الارض. او لك افرالي. وما احتفر الواري. وقلت لك عيدي لا تقف ولا تحزن. فضفت لك الطنور والنوزار. ومن اجدك يا عيدي سميت نفسي العزيز المنفاق. كذا الشرك منافى لبقى من اخلاق. الحمد لله عز وجل على ان عقيمة المسلم هو نقر الله. عز وجل بالوعدالية. فالانسان عندما بعد الظنب وفي حالة القضب وفي الهجوع الى الله عز وجل يقول يا الله. الله عز وجل يقول لبيك 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 عملك. ثانيا الصلاة. كثيرا من المسلمين يواصل على ادام الصلاة. وهذه يجب مع الصلاة مكان للأخلاق. قال الله عز وجل في الكبهات الكريم. ان الصلاة تنهى عن الفحشان والمنكر. ما هيشوفه بصلي يعلم منه لا يفعل المحرمات. لماذا؟ لانه يتعادل بما سمع من كتاب الله. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة هو. اقارة الصلاة هي والدين. وهي تنهى من الاخلاق. ولذاتك جاء في الحديث ابن عباس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانا قال من لم تبهى هو صلاةه عن المحشان والمنكر. يصلي. بس وللأسف يفعل المحرمات. يصلي ويكتع على الملح عز وجل. فالدين صلى الله عليه وسلم فعلا. ماذا التنهى صلاةه عن الفحشان والمنكر؟ لم تسده من الله الا قعداء. ما كان من الاخلاق مع الصلاة؟ مع المال ومع الجنفاء؟ فلذلك الله عز وجل صلاة على المسكن فهي برس لمشاعر هنال بين الاغنياء والفقراء. فالله عز وجل على ان يراقب المسكن في البتاق على ذلك. فقال تعالى من أموالهم صدقة. فمعات المال ساعلا في الناس بخيلا. هو واحد شحيلا. هو واحد نفسي نفسي. ومن يدارك. ولكن هناك من المسلمين من يخاف الله عز وجل ينفق ويتصدق يعمل بركات الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول خذ من اموالهم صدقة. هو نفق. طب الثمع من الانفاق خذ من اموالهم صدقة تنهرهم وتسكيهم بها وصل عليهم ان صلاة لك سكن لهم. فعلا ان الانفاق هو طهارة الانسان وطهارة نفسه من الشهر والبخل. ولذلك في الورد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل عليهم القرآن تعلموا وعلموا. وكان خير مسالا ذلك في الهجرة من مكة الى المدينة بين المهاجرين والانصار ما زل قول الحق تبارك وتعالى على انفسهم ولو كلا باديهم خصاصة وكان يومك شوح نفسه فبارك هم المفجرون. هل الصدقة على الوغنيان فقط؟ لا والله. ولنذاك تعدقت الصدقات حتى وصلت الى تديع وسائل المعاملات. مش كما مكنش الصدقة على الوغنيان الناس طبط ولكن على كل الناس حتى القطير فعلا من غيرا لغضي الله عنه قال قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلاما من الناس عليهم صلاة. كل يوم نبطر فيه الشمس. حياة المعاملات بينك وبين الاخرين. ربنا امان في حياتك لكي نتعادل وتطور صدق مع الناس. كل يوم تطلق فيه الشمس. ما ذا كان عن المسلم؟ تعذره بين اثنين صدقك. بتصلح بين ابنين متخاصمين. بتحاول ان ما هو تتعادل قول الحق تبارد وتعالى واعتصرهم بحاجة بالله جميع عجوة تقرب بهم. وقول الحق تبارد وتعالى وتعالى على الجد والتقوى وتعالى على الجد والتقوى كل سلاما من الناس عليهم صدقات. كل يوم قطر فيه الشمس. تعالى وتعالى بين الناس عليهم صدقات. تعالى في دابته فتعملوا عليها او تعمل لهم المتاع صدقات. ده مرة ان انت هتكون واحد مش قادمة وحتعالى على الدابة او تعالى الطريق او تبصروا المكان شيء قصيد جدا. ولكن عند الله عز وجل نأتنقوا من الاتر العظيم. ولذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يمر الا ندم. ما من احد يمر الا ندم. قيل وما بدى بده يا رسول الله. قال ان كان محسنا ندم ان يكون قد استعمل وتصل سالا. هو قمود. فبصلوها اليوم حديد. شاف الاشياء الغيبية. علم مكانه ازا كان من اهل الجنة او من اهل النار وعيازه الله. طب اذا كان من اهل الجنة في اي منزلة شاف شاف الاشياء اهل الجنة في الحالة دي بيتندم يا رجل انا فعلت من الخيوات او تصددت او انفق او تعاملت بالمعاملات المسلا. فما من احد يموت الا ندم قيل وما بدى بده يا رسول الله قال ان كان محسنا ندم ان يكون قد ازداد احسانه. وان كان مسينا بفعل ثلوب والمعاصي. ولسه ولسه شمال. وجاء اول مبد في كل مكان. فاذا فيقوم مبد الجعون لعلم المعمل صادقا فيما قدرت. كان لها كلمة من هو قائلها. ومن هو مرضيهم. فانزرهم الى يوم يبعسون. وان كان مسيئا ندم ان يكون قد خلع عن اسمه. فجاب في القصر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاصحابي سأل عن احد الناس ان الشخص ده هو الانسان ده قالوا لقد مات يا رسول الله. الم يكون شيئا هو ما قاد لقد قاد ثلاث كلمات يا رسول الله. ومش عالفين معنى ليته كان جديدا وليته كان بعيدا وليته كان جديد. مش عالفين معنى هذه الكلمات يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظرف زهد لكي يصلي صلاة داخل الفجر. واحد راح يصلي صلاة داخل. فرقض رقلا كاد البرد ان يغطلان. كان يكون شديد البرد. فرقض لك اللابس مبينين. جاء بالتين. واحدة قديمة والتين بالتين. فخرع القديمة واعطاها للفجرين. او البرد ان كان اميرون. فعند ما باء فيه لرقى الثواب فزاله. لهو عمل فيه. مش طلع ما لقوله. مش طلع هذا الشيء كثير. لا. ده 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 مضع للبيع. فعند ما باء فيه رقى الثواب فزاله. فقال لرقى الثواب جديدة. لوجه البيت الجديدة كان الثواب يقول ابياد الحب والله عزيزي. استوهب. هذا الوضع يذهب لصلاة الجمعة. زي نور يصلي صلاة الجمعة. فرقض رقلا ضريرا واحد كفيف. ولن سمعه من يطلوه الى المسجد. فاقض يده. معا مش حد. فاقض يده رقى وزهب ليه الى المسجد. فعند ما باء فيه وها ثواب ذلك. فقال ليده كان لفع الده. فو المسجد عدت شوية من الهجر العظيم الكبير عند الله سبحانه وتعالى. هذا رقل ذهب الى بيته ذات يوم. فقال ليس مجده اعدي لي طعاما. فاعدتك بطيفا من شعير. لنفعيش. شكش كيرو الحاجة. همى ان يكون فطالق في الباب. وعن فقير تريده محمد. كسروا بطيفة رصفين. ادى بالطقير مصر بطيفة وعكل البرجس التالي. فعند المبادر ورى ثواب ذلك. فقال ليده كان كاملا. قرر ايمان الاسلام. ان مقصر العديد محمد صلى الله عليه وسلم. مكتوب على فعلا. البر لا يبقى. والذنب لا ينسى. وضيانة المختبر ويقفر 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 ويقفر. محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الحمدين والناخرين. وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم ارى قاياة فتل في ماله الاسلام. يعني هنجد اتكلم عن مكان الاخلاقي مع قواعد الاسلام. ده الموضوع طول. بس ولكن اخطم كلاما بأعزئي الاشياء او روحابية التي تقنوا بالمسلم من الله عز وجل. حتى نتعالوا كبيرا بمكان الاخلاق. حتى لو الانسان المقدام او المعارض او الكار او من قريب وعش. انا اعمل بالمكان الاخلاق. ليه? لان انا اتعادل مع الله عز وجل. انا المآل اعفو عن الجير. او النبي انه اواصل مع الجير. انا باعرض لله شبه اهلاه وبعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحساسة كل خرقه. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خرق عز وجل. قال نبيه صلى الله عليه وسلم اتقل بابها حيثما كنوا. وادب السيئة الحسناتة تنبوها. وخارط الناسة بخلق الحسنا. نبيه صبر عز وجلين اهيه? وخارط الناسة بخلق الحسنا. اه اعمل مع الناس. بخلق الحسنا والنتيجة او الاستوار او انها يجعب من عدم الناسة بخلق الحسنا. اه 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 عند اوضع عملي وعلى مبينة ارض الصلاة والسياسة. اعتصد الناسة بخلق. فقال الله عز وجل يا لك اقول ما من الهارك خاليا تتعب تعليق اسبه? قال يا ربي يعني من اتعبت من بجدك. يعني اشوف فيه الهارك لا يجعب. فقال الله عز وجل لا يجعب. انا اقولك على ما يعني تكون قريب من الناس وتعبق فيه الغاية. يعني احديك الشيء واحتبق فيه الغاية. طال وما ذلك يا ربي? قال خارط الناسة باخلاقين وحبط الامان بيء وبيكا. وعنه خليل الله ابراهيم عليه وعلى غريين عبدال الصلاة والسلام. قال الله عز وجلنا له يا ربي حسن خلقك. وبركامه من ابراهيم عليه السلام. قوله ايه? حسن خلقك. ولو مع الكافر. النتيجة بقى اوثاء وثوار. تدخل مدخل اطوار. الاطوار بقى في المؤالك ايه? ان الاطوار الشابولة من كبسل كانة بسجوع تدخل. ان الاطوار بقى اشياء وايات كثيرة كنت تتكلم عن اطوار. وان كلمتي سبقت لمن حسن خلقه. يعني عنه بقى من اخلاق العسن. ان تضلوه تحت ضد عرشي. وان اسقليه من حزيرة الفتسين. وان ابنيه من جواني. نسأل الله العليا رضيه ان اجعلنا من الذين سمعون القولة ان تكون احسنة. الله ربما لانه من قبلة. واسم على الكربة الكافرين. الله بينا نسألوه لسلياداتها الزدين. وضغطة المفرعون. وصحة الجسد. وزيادة تلك الرزق. الله بينا تنعى بينا شطيعا ومحرومة. الله بينا بينا. واصل اهداء بينا. الله إنك عقوبكم حكم لعظة واعاف حانها. الله أما كان في فكل او في كرب الله المفدج قبة المقروبي. الله المفدج قبة المقروبي. الله مفدد ش قبة المقروبي. بش في مضالة وبار some مش في مضالة وبار some بش في مضالة وبار some المسلمين. هلو عبدال المسلمين. نظر اليمان والمسلام. ان الله يقوم بالعب ورسالة والتالي في قربنا. وعشانكم في الوالبط. جاعدكم لعبكم تذكروا. الثروب والعظيم. وستطروركم بزيكم. وعقم الصلاة. موسيقى